يسعد عواتكم مشاهدينا من جديد أكيد بنطلع عليكم مجدداً في لقاءات مع طلبة الثانوية العام وتحديداً من منطقة الشعروية وخصوصاً في عتيل أكيد اللي دائماً عودتنا على تخريج أجيال من أبنائها المتفوقين وإحنا حالياً مع الطالب نغم إحسان عمر أبو حجة الحاصل على معدل 97 و 10 في الفرع الأدبي المركز العاشر مكرر على مستوى محافظة طول كرم ما شاء الله عليك يا نغم شكراً شكراً لها الإبداع أحكي لي يعني معدل بمثل هيك متفوق أكيد كان فيه وراء تعب وجهد وسهر الليالي وأكيد كمان كان فيه متابعة لكل الأحداث اللي بتصير عليكم وخاصة أنتوا طلاب الثانوي لهذا العام طلب استثنائيين في ظل كل الظروف اللي عشتوها فأحكي ليش بي عن هالسنة الدراسية أكيد كانت سنة كثير متعبة بالنسبة إنا وإحنا خصوصاً لأنه كانت فيه كثير أشتياحات في منطقتنا فكان ليش كثير صعب علينا وطبعاً أكيد النفسية كانت مشكلها الكدل اللي تصير بغزة الله يرحم جميع شهدائنا والحمد لله يعني تخطينا هاي المرحلة وكانت الحمد لله في النتائج مفرح الحمد لله ما شاء الله عليك طب كيف تخطيتوا هاي الصعوبات كلياتها وخاصة كمان بلدة عبتيل كان فيها اكتحامات كثير من قبل قوات الاحتلال بشكل متكرر بوقت غير محدد فيعني هاي كمان كانت تتشكل عليكم عائق من العوائق اللي عشتوها طوال هالسنة كطلبة ثانوية عامة أكيد الأحداث اللي بغزة أثرت عليكم كتير الفرحة مش كاملة بس كيف تجاوزتوها وكيف حاولتوا تركزوا بدراستكم أكثر الحمد لله طبعاً مساعدة معلماتنا الحمد لله ومدرستنا كانوا كثير دعمين إلنا وكانوا لو في يعني كل الظروف كانوا يحاولون أنهم يخلونا نداوم وشو اسمو انه يدعمونا دائماً أكيد احنا كمان بنوجه كل التحية والشكر لمدرسة الثانوية بتاقمها الأكاديمي التعليمي الإداري المديرة والمعلمات أكيد المتمثلة بكل الكوادر التعليمية فيها اللي ما شاء الله أكيد طالباتها بيشهدوا على تعبهم وجهدهم معاهم فبنتمنى لك كل التوفيق الفرع الأدبي فرع في خيارات كتيرة بس شو التخصص اللي حاب تختاره يعني لهال يعني شو التخصص أو شو الجامعة كمان اللي حاب تختاريها يا نغام إن شاء الله الجامعة لسه مش مقرر بس حاط طباعي خضوري التخصص تسويق إلكتروني ما شاء الله عليك أكيد نتمنى لك كل التوفيق شو ما كان التخصص اللي حاب تيوين بأي جامعة إحنا أكيد واثقين فيكي وبأنه أنت راح تكون متميزة حتى في دراستك الجامعية بني محمد السمان حاب يقدمو لك هاي الهدية إن شاء الله تنال إعجابك تقديرا على جهودك وتعبك وأكيد على تفوقك الوالد يسعد مساكيا والدنا العزيز أكيد أنت كنت جزء من دعمها لنغم فيحكي لي قدش كانت فرحتك مبارح ما شاء الله يعني لا توصف بس بنفس الوقت هي ناقصة الفرحة كانت مبارح بس كيف كانت مشاعركم؟ والله الحمد لله رب العالمين أهلا وسهلا فيكم فرحة والله كبيرة كانت تتعنى بس المشكلة أنه الأوضاع مش مناسبة يعني الاستكمال الفرحي يعني الصراح أما الحمد لله رب العالمين فرحة جيدة ممتازة فرحة النجاح مليحة إن شاء الله شو رأيك في معدلها لنغم وشو تدعمها بتخصصها الجامعة اللي حابت تدرسه؟ بسم الله ما شاء الله ما شاء الله عنها هي تخصصها تختاره من حالة عدم أخذه أما الحمد لله إن شاء الله خير إن شاء الله يتمنى لها كل التوفيق وكمان الوالدة داعمة أساسية إن شاء الله عليها نغم أبدعت اجتهدت ونالت ثمر هذا الاجتهاد أكيد كان إليك جزء بتعبها واجتهادها احكينا كيف كانت هالسنة معكم مقلبتكم نغام تأثرت بالأحداث أكيد زيها زي باقي الطلاب بس أنت كمان كوالدتها كيف حاولت يعني تضبطيها شوي تشيلي عنها حملي كبير تدعميها وتسانديها؟ أهلا وسهلا فيكم الحمد لله ما شاء الله عنها بيتغلبش ما شاء الله يعني وهي صغيرة لحد اليوم ما شاء الله وهي بالروضة لليوم معدلها نفس المعدل الحمد لله رب العالمين ومشاء الله عنها يعني شاطرة من يومها وبدهاش يعني حدا يشجعها ولا حدا يدعمها مشاء الله يعني الحمد لله ما غلبتني ولا إشي من مرة من مرة مشاء الله عنها ما بدأ حدا يدعمها بس بكت تتأثر بالأحداث اللي بيصير عندنا بمخيمة كرم وجينين وبكت شوي تزعل يعني الحمد لله رب العالمين الحمد لله أكيد هو هذا كان حال طلابنا للأسف لهذا العام عام 2024 وتقضيهم امتحان الثانوي العام كل طلابتنا كانوا متأثرين في ظل الأحداث والأوضاع اللي عشناها كأحداث غزة أيضا كأحداث المخيمات عنا في طول كرم وجينين مناطق الشمال كنا متأثرين ولكن الحمد لله على كل حال إحنا واثقين بأبنائنا وجيننا جيل المستقبل إنهم يؤدي المسئولية وقد كل التحديات اللي ممكن تحيطوينا كأبناء شعب فلسطيني واثقين فيهم وفي قدراتهم إن شاء الله نتمنى لهم كل التوفيق شكرا للعائلة الكريمة اللي كانت داعمة أكيد لنغم نتمنى لها كل التوفيق وإن شاء الله يربي دايما نظل متفوقة في حياتها الجمعية وشكرا لمدرسة بنات عالتالي الثانوية ولكل الأهل اللي كانوا داعمين إن شاء الله نتمنى لهم كل التوفيق رح نظل متواصل وإياكم في لقاءة معطلبة الثانوية العامة خلكم معنا